داخل اليمن وخارجه نشاط أمريكي مكثف حيث أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان حواراً موسعاً ووصف بالاستراتيجي والأول وقد ناقش الحوار الذي عقد في واشنطن قضايا إقليمية ودولية من ضمنها تمديد الهدنة وعملية السلام في اليمن البيان المشترك لمسقط واشنطن دعا إلى تمديد شامل للهدنة التي انتهت رسمياً مطلع أكتوبر الماضي وجددت العاصمتان التاكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن اللقاء الأمريكي العماني الموسع يضع سلطنة عمان بالنسبة لمحللين في موقع يسمح لها بلعب أدوار مركزية مباشرة في الملف اليمني بعد أن ظلت لفترة طويلة تمارس دور الوسيط بالنسبة لمراقبين فإن اللقاء الأمريكي العماني الأخير قد يلقي بضلاله سلباً على جهود مجلس القيادة اليمني الرامية لحج تاييد دولي لقرار تصنيف الحوثي منظمة رهابية وهو ما يعني بالنسبة لمراقبين تقوية موقف الحوثيين التفاوضي في الفترات القادمة ومع ذلك تبدو الوقائع الميدانية شديدة التناقض بالنظر إلى الهجوم الحوثي الأخير على السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فيغين على خلفية زيارته إلى محافظة حضر موت حيث اتهمه الحوثيون بتنفيذ أنشطة تستهدف السقرار اليمن حد تعبيرهم التصعيد ضد الزيارة الأمريكية لحضر موت يعده البعض سياسة قديمة ينتهجها الحوثيون بهدف كسب المزيد من التنازلات حيث الضغط على وتر التخوفات الدولية على النفط والغاز باعتبارهما مصالح حيوية عالمية مع ذلك يرى آخرون أن التحركات الأمريكية الأخيرة داخل اليمن وخارج جزء من سياسة واشنطن لضبط مسار صراع النفوذ في المنطقة المسار الذي فشلت السعودية في التحكم بنتائجه خصوصا في اليمن